إذن عدنا من جديد مستبرين معكم بشوارنا الصباحي رح نتحدث الآن مع الدكتور عطالة الحجاية عضو رابطة الكتاب الأردنيين وعضو اللجنة الثقافية لمهرجان جرش للثقافة والفنون للحديث عن البرنامج الثقافي لمهرجان جرش وملتقى تحولات القصة القصيرة وجائزة خليل قنديل للقصة القصيرة بشراكة ما بين المهرجان وأيضا الرابطة نحكي لك صباح الخير وأهلا وسهلا صباح النور أهلا وسهلا فيكم ولكم والمشاهدين والجميع المستمعين دكتور عطالة من النسخة السابقة أو السنة السابقة مهرجان جرش كان هناك للثقافة حصة واليوم أو هذا العام هناك ألق قبير للمجال الثقافي في مهرجان جرش نتحدث عن الفعاليات الثقافية في مهرجان جرش هذا العام مهرجان جرش لهذا العام حقيقة هو مهرجان ثقافي لأن الجهد منصب على العمل الثقافي والذي ينظر إلى برنامج جرش الثقافي سيلاحظ أن هناك تكثيف للفعل الثقافي سواء في الندوات يعني عندنا أكثر من عشرين ندوة طبعا في محاور مختلفة نحن في عندنا محور الاحتفاء بليوبيل الذهب الفضي لجلالة الملك وعندنا مؤتمر الجمعية الفلسفية وبعنوان الفعل النهضوي ولدينا أيضا محور أردن المملكة الزمن أو عبر الزمن فلدينا مجموعة من الندوات يعني تتجاوز العشرين ندوة بالإضافة إلى طبعا الأمسيات الشعرية وهذه من البرامج الثابتة الأمسيات الشعرية لرابطة الكتاب والاتحاد الكتاب اتحاد الكتاب أيضا عنده برنامج ورابطة الكتاب لديها برنامج الأهم أن لدينا أيضا ندوة خاصة بغزة وعن أثر هذه الحرب على التراث الثقافي على الآثار وعلى الموروث الثقافي في غزة ندوة سيقدمها الدكتور زيدان كفافي والدكتور عمر الغول في قراءات شعرية لشعراء راحلين من غزة معين بسيسو هارون هاشم رشيد مييس صايق وسيتولى مجموعة من الشعراء الأردنيين قراءات لهؤلاء الشعراء الراحلين من غزة فلدينا إذن البرنامج حقيقة هو برنامج ثقافي ومن البداية كانت اللجنة الثقافية مهتمة بأن تجعل هذا العام من جرش عاما مختلفا لأنه كان هناك تقليص للبرنامج الفني فكان لابد من التوسع بالبرنامج الثقافي في جرش أستاذي ما ذكرته جميل جدا واستخدام اليوم هذا المهرجان لتوصيل رسالة عظيمة جدا في وقت يسعى الاحتلال لمحو التراث تحديدا في غزة وأيضا تراث بشكل عام العربي والإسلامي اليوم لما متحدث عن مهرجان جرش وأيضا هل تعتقد بأن المهرجان منصة لتقديم الأردن للعالم أو حتى لتعريف الأردنيين على ثقافات العالم أيهما تجدهما أولوية في هذا المهرجان وكيف ترى هذه الرسالة من قبل المهرجان ومن خلالكم أيضا بلا شك أن المهرجان هو رسالة للعالم رسالة عن صورة الأردن ومكانة الأردن وتاريخ الأردن وتراثه في الندوات السياسية والتي تتابع الجهود الأردنية جهود جلالة الملك في دعم غزة وفي أيضا خلال 25 عام الماضية من تولي جلالة السلطات الدستورية هناك فعل حقيقي للأردن انعكس هذا في برامج أو في برنامج جرش فنحن نقدم الأردن للعالم وفي الوقت نفسه نحن أيضا نرى العالم بعيون أردنية هناك مشاركات من العالم العربي هناك مشاركات عالمية خاصة في مجال النحط من إسبانيا من سويسرا من ألمانيا من مختلف دول العالم فكل الثقافات حاضرة في الأردن والأردن أيضا بطبيعته وبتشكيلته هو متنوع الثقافات نعم نحن نعرف مهرجان جرش ومهرجان قرطاج هذه المهرجانات سنوها العرب تحديدا لاستمتاع بالثقافة والفنون وهو مهرجان جرش للثقافة والفنون فالثقافة هي متواجدة وصابقة للفنون قدش مهرجان جرش هذا العنس سيكون مختلف بتواجد العرب والكتاب والأدباء والشعراء العرب وأيضا أين الأردن اليوم على الخارطة الكتاب والأدباء العرب يعني الأردنيون حاضرون في الثقافة العربية الثقافة أو الإبداع الأردني شعرا ورواية وقصة هو حاضر وبقوة على الساحة العربية مشاركات مهرجان جرش لهذا العام متنوعة لدينا أكثر من عشرين شاعرا عربيا مشاركين في مهرجان جرش وفي مسيات مهرجان جرش وكل شاعر عربي له أمسيتان يعني حتى نستفيد من وجوده بيننا بأكبر قدر ممكن لدينا أيضا ملتقى القصة القصيرة وهذا الملتقى أيضا يشارك به كتاب عرب كتاب قصة يقدمون شهادات إبداعية يقدمون تجاربهم ويستعرضون أيضا تطور القصة القصيرة في بلدانهم فنحن أمام حراك ثقافي حقيقي يتفاعل مع الوسط العربي ويعطي ويعقذ نعم تحدث عن تحولات التي حدثت في مجال القصة القصيرة خصوصا بأن طريقة سردها وحتى بفها الآن اختلفت عن قبل ونشوف بأن الوسائط أيضا تعددت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وغيره في الحقيقة القصة القصيرة كفن أدبي مهم جدا ولها حضورها عبر تطور الثقافة العربية في الأدب الحديث لكن مدى تأثرها بوسائل التواصل الحديثة لدينا مفارقة أن أي شخص يستطيع أن يكتب حكايته على شكل بوست على الفيسبوك أو على أي مواقع من مواقع التواصل الاجتماعي فتبدو كأنها قصة قصيرة لأن كل إنسان في الواقع هو يقدم قصته الخاصة وبالتالي وهذه طبعا تفتقر إلى العناصر الفنية في بناء القصة القصيرة لكنها تقدم الحكاية يعني في حكاية وفي بناء فني لهذه الحكاية القصة القصيرة هي البناء الفني للحكاية أما الحكايات فهم يكتبونها بشكل يومي وبشكل مستمر فنحن إذن هذا الأمر أدى إلى وجود أشكال جديدة من القصة القصيرة وداليا في الملتقى الحديث عن القصة القصيرة جدا أو قصة الومضة التي تكون أو يكون فيها تكثيف عاليا لتقديم الفكرة بشكل ويعني سيكون هناك تناول لهذا الموضوع تحديدا دكتور أمتينانا سمادي ستحدث عن القصة القصيرة جدا في الأردن دكتور محمد عبيد الله ستحدث عن القصة القصيرة جدا في فلسطين لتتبع تطور هذا الشكل من القص فالقصة حاضرة لكن حاضرة كما قلت يعني حاضرة بالحكاية العادية وحاضرة أيضا ببعدها الفني التقاني الذي يلتزم قواعد الكتابة النقدية نتحدث اليوم عن دور رابطة الكتاب الأردنيين في مهرجان جراش وهذا التعاون كان تعاون السنة الماضية وهذا العام لا هو التعاون مستمر من سنوات طويلة يعني ودائما وأبدا نعم لكن في هذا العام بلا شك طبعا يعني في البداية كان هناك تخوف من الرابطة ومن الكتاب الكتاب جميعهم يعني منتمون ويقفون إلى جوار المقاومة بقوة ويقدمون بالكلمة ويقاومون بالكلمة ولذلك كان الحديث مع إدارة المهرجان من البداية أن إلى أي مدى تستطيع الرابطة أن تقدم رسالتها وتقدم رؤيتها في هذا المهرجان حقيقة وجدنا تعاون كبير من إدارة المهرجان ومن وزارة الثقافة بأن أفسحوا المجال كاملا وأيضا طلبنا منهم تقليص البرنامج الفني واستجابوا لذلك بوضوح البرنامج وحتى شعار المهرجان كان ليستمر الفراح تحول إليه يستمر الوعد هناك كان استجابة كبيرة من وزارة الثقافة لرغبة الكتاب ولذلك وجدت رابطة الكتاب أهمية للمشاركة بفعاليات المهرجان لهذا العام الثقافة والأدب هي شكل من أشكال المقاومة أيضا وهذا شيء مهم جدا لأن الحفاظ على ما لدينا من إرث وموروث وثقافة والحفاظ على اللغة بأبسط الأمور هي شكل من أشكال المقاومة صحيح وأعتقد هذه السنة هي فرصة لكل شخص من موقعه ومن طريقته للسرد سواء كانت قصة قصيرة أم شعر أم أي طريقة ثقافية ممكن يوصل فيها صوته للعالم أجمع وأعتقد بأننا لدينا طاقات كبيرة جدا في هذا المجال ودائما نتعرف ويكون معنا لعديل من الاستضافات سواء كان من رابط الكتاب الأردنيين ككتاب شعراء أيضا غيرهم من الأشخاص التي فعليا ابتكروا طريقة جديدة للتعبير أو حتى لبث المحتوى المتعلق بهم اليوم لم تحدث عن هذا المهرجان رابط الكتاب الأردنيين نرى أن هناك حافز أيضا كجائزة خليل قندي للقصة القصيرة موجودة هناك العديد من جوائز يمكن أن يحصل عليها المتقدم سواء كان بالشعر أو بالقصة هذا الحافز كيف يعطيهم أيضا مجال الاستمرارية لقدام هو دائما المهرجان يقدم جائزة أدبية يعني مرة تكون باسم شاعر وهذا العام لأن لدينا ملتقى القصة ستكون باسم القص الأردني خليل قنديل وخليل قنديل طبعا انتقل إلى رحمة الله من عام 2017 وهو واحد من رواد القصة القصيرة المهمين وله أربع مجموعات أو خمس مجموعات قصصية أشهرها سيدة الأشاب اهتم بتقديم الموروط الأردني في قصصه كان لابد من أن يكرم الأديب فالجوائز حقيقة هي تكريم للأدباء وعادة مهرجان جرش يحتفي بالكتاب الراحلين وبهذه المناسبة هناك أيضا احتفاء بمحمود درويش لهذا العام في ندوة ستقدمها وزيرة الثقافة ومجموعة من النقاد والمتمين بالفعل الثقافي فلدينا دائما وأبدا تكريم للرموز الثقافية سواء كانت على المسلم المحلي أو المستوى العربي فالمهرجان معني تماما بتكريمها أولئي المثقفين أشير إلى أن ندوات أو محاضرات الملتقى الثقافي ستعقد في الجامعة الأردنية لدينا في الجامعة الأردنية في كلية الأداب وهناك سيعلن عن الجائزة والحاصل عليها وستوزع الجائزة وتقاوم الندوات في الجامعة الأردنية اليوم نتحدث عن جهد مهم للحركة الثقافية والأدبية بالأردن برأيك اليوم دور الكتاب قديش مهم في الحفاظ على ما لدينا من إرث وموروث وثقافة والحفاظ أيضا على صوت فلسطين لأنه نعرف هناك كتاب وأدباء فلسطينيين ولكن مكان الصوت الأردني يكون أيضا الطرح مختلف يعني هناك رسالة من رابطة الكتاب ومن إدارة المهرجان أيضا أن تكون الأمسيات الشارية لهذا العام نحن طبعا لا يملأ على الشاعر أن يكتب ولكن يطلب منه إن كان لديه ما يقدمه عن المقاومة وفي هذه الأمسيات طبعا حقيقة الفعل الثقافي هو فعل مقاوم الفعل الثقافي هو محافظ على هذا الموروث مصر على إبراز دور المقاومة ودور الناس سواء كان على المستوى الشابي أو المستوى الرسمي في فعل المقاومة نعم يعني أعتقد زي ما حكينا في البداية فرصة هذا العام لتقديم رسالة مهمة وعظيمة أمام جميع رابط الكتاب الأردنيين أو حتى أي أحد مشارك في هذا المهرجان نشكرك على وجودك معنا دكتور عطالة الحجايا عضو رابطة الكتاب الأردنيين وعضو اللجنة الثقافية لمهرجان جراش للثقافي شكرا لكم بارك أهلا وصحبا